مرحبا كيفكن اشتقتلكم كتير 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 من الفيديو الماضي يارب تكونوا بخير اليوم احباقي حبيت قدملكم طريقة الاندومي على الطريقة التركية كيف بتنعمل صراحة انا شفتها وعجبتني وجربتها وحبيت ارجع طبقها قدامكن لانه نكهة فرقت كتير وطعمتها كانت غير شكل وحسيت انها صحية اكتر بمليون مرة من الطريقة العادية انا قدمت الاندومي قبل بمرة واليوم حبيت اعمالها بس على الطريقة التركية بالبداية رح نفتحهم ونجهزهم احباقي ما تنسوني من اللايك واكيد اذا كنتوا جديد عندي بالقناة وحبيتوا المحتوى نزلوا هلأ لتحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعلوا الجرس كبسوا على كلمة الكل بهيدي الطريقة بتكونوا نضميتوا لعائلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكن واكيد اكيد رح يوصلكم منك كل الفيديوهات واكيد رح تستمتعوا كتير اهمشي وقت تجيبوا الاندومي جبوها بس بالتوابل والحار ما تجيبوا الاندومي اللي بتكون متدخلة الزيت او بتكون في كياس الزيت هيدول الكياس الزيت ما بيسونه هائيا ومنون صحيا بالبداية رح باشر بتقطيع بصل صغيرة هلا في ناس ما بيحبوها بالخضرة هيدا موضوع اختياري بس اذا حبيتوا انكن تجربوا الطريقة التركية وتدخلوا لخضرة مش غلط ابدا حلو نجرب شي جديد وندوق نكها جديدة عندي هون فلايفلي حارة انا هون رح حط لونين متل ما شايفين لحتى احصل على لون كتير حلو وقت قدم الاندومي هون بعد ما قطعناه هون متل ما شايفين رح انتقل مباشرة لفرجيكن شو رح نعمل بالاندومي متل ما قلتلكم طريقة تركية وطريقة بتختلف كليا عن الطريقة العادية اول شي انا متل ما شفتوا غالات ماي رح نزل فيها قطعتين من الاندومي كلها ياتنا بنعمل هيدا الطريقة بس هيدا الطريقة هلا اللي رح هتشوفوها طريقة جديدة انا الطريقة الاولى او هيدا الشغلي اللي بدي اعمالها بدي اتخلص من النشا الموجود بقلب الاندومي هيدا المي اللي هلا شفتوها كيف صار لونة انا بدي اتخلص من اه هيدا المي انا على جنب جهازت طنجرة تانية متل ما شايفين وبدي اشيل الاندومي بعد ما بلشوا يفرطوا معي وحطهم بماي مغلية نظيفة هون انا بكون اتخلصت من النشا الغير صحة الموجود اساسا بالاندومي وهيدا المي رح شيلها وارميها حناس حيقولو كيف ما النكهة فيها لأ ابدا هيدا ماي ما فيها اي نكهة النكهة بتجي بالظروفة او ببهار الاندومي الموجود بقلب الكياس بينما هيدا المي منا ابدا صحية متل ما قلتلكم طريقة عجبتني كتير وحبت انقلة وصحية بامتياز النشا الموجود للدار كلها ايت ورميته هون انا بلشت بتقليت البصلة حطيت قطعة زبدة صغيرة وعم قل البصلة بالزبدة رح نزل الفلايفل الحارة متل ما قلتلكم هيدول اختياري فيكن تحطوهن فيكن تلغوهن بس اعتمدوا هيدا الطريقة انكن تعملوا طريقة الاندومي بازالة النشا بمي مغلية اول شيء ونرجع منحطها بمي نضيفي كمان مغلية وفيكن بعدين اضيفوا عليها كل التوابل بعد ما قلينيهن بالزبدة ما حطينا ملح ما حطينا شيء لانه فيه طبعا الكياس الموجودة بقلبه بدي ضيفهم هلأ مباشرة اه للاندومي هلأ فيه ناس بتحب المي اه او شربة الاندومي المي الموجودة فيها اكيد انتو فيكن تزيدوا كمية المي بس انا متل ما شفته خففت كمية المي ما بدي فيها كتير مي او ما بدي فيها مي نهائيا ازا بتحبوا المي طبعا بتضعفوا الكمية هلأ رح حط الظروفة البهار الموجود بالاندوم حتى شفته لونه اختلف عن اللون الاساسي اللي بيكون وقت نعمل الاندومي بمي طبعا حتى اللون اختلف هيدا الحر مش رح حطه ماني بحاجة لقلو ابدا لانه اصلا حطات حر بقلبه رح اضيف هلأ الكيس التاني من البهارات بما اني انا حطات اتنان من الاندومي ورح مباشر بخلطة كتير منيح وهيك بتكون عند الاندومي صارت جاهزة ازا بقلكم ريحتها بتشهي ريحتها بتشق القلب صدقوني طالعة غير شكل مع ريحة الفلايف اللي انا حطيتها لايكم كيف طالعة ما شاء الله حتى لونا اختلف كليا عن وقت كنت او وقت كنت شوف كيف تنعمل الاندومي بالطرق التقليدية العادية كانوا حطوها او كنا نحطها بالماء المغلية ونتركها بنفس الماء فهي الطريقة عجبتني جدا وحبيت انقلكم اياها متل ما شايفين جربوها احبائي ومش رح تندموا ابدا كل النشا الموجود بقلبك كلهم رمى ورجعنا حطيناها متل ما شفته بماء ينظيفة هون انا عم قدمها طبعا ريحتها متل ما قدلكم طيبي ريحتها زكية جدا مع الزبدة مع الفلايف اللي طالعة غير شكل شاء الله يراب هيدا الفيديو يكون عجبكم كتير طريقة الاندومي على الطريقة التركية كنا نسلقة غلط جربوها بهيدا الطريقة ورح تدعولي كتير انا هلأ بدي وضعكن بحبكن كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم ما تنسوين من اللايك واذا بعدكن ما اشتركوا نزالوا اشتركوا اذا عجبتكن فكرة اليوم همالولا شير انا بحبكن كتير كتير بوساتي كتير كبير يا للكل الى اللقاء